صدور القانون النقدي والمصرفي على الجريدة الرسمية السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا إذن تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 43 صدور القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف من خلال جملة من التدابير لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من مواكبة الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي ويتعلق الأمر بالقانون رقم 9 المؤرخ في 21 يوليو 2023 ومتضمن القانون النقدي والمصرفي والموقع من قبل الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبول والذي يضمن تعزيز حوكمة بنك الجزائر من خلال عدة أحكام سن اعتماد نظام العهدة لممارس وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ كما يركز على تطوير وسائل الدفع من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع استراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز تعاملات المصرفية والشمول المالي وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة سيستحدث القانون لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية والإدارة اللازمات والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية وعلوة على إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصرفة الإسلامية الذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصرفة الإسلامية حصرا ويدرج القانون إمكانية إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر ويصدرها ويسيرها ويراقبها وتسمى الدنار الرقمي الجزائري إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر